اشتركوا في القناة ومكاناً لالتقاء الأنبياء فقد زارها أنبياء وعاش فيها أنبياء ومات فيها أنبياء وصالحون إنها مصر قمر البلاد لقد استفاك الله تعالى للنبوة وما النبوة إلا رسالة وتبليغ واختبارات وابتلاءات للأنبياء من أقوامهم فهيا إلى السوق حيث يباع يوسف لو كان الأمر بيدي لظللت بجوارك يا يوسف فإني قد أحببتك وتأثرت بأخلاقك الكريمة هيا أسرعوا فإن السوق على بعد أمتار قليلة أسرعوا ما لي أرى المال قد أعمى القلوب والبصائر يا ليتني كنت ثريا إذن لاشتريتك يا يوسف ولو بعمري أو بمالي كله زوجي الحبيب عزيزة مصر ما لأراك مهموما دائما يا ملك البلاد الحكم مسئولية كبرى يا زوجتي ومصر بلد كبير وهل يستطيع أحد أن ينزعك الملك يا عزيزة مصر لا أعرف ما القادم فلقد أخذت الحكم بعد ملك والملك قبله ملك ولا بد من يوم أنزل فيه من عرشي لن تنزل من عرشك فالناس تعبدك يا ملك البلاد وأوامرك تنفذ قبل أن تحلم بها أريد شيئا جديدا في حياتي كيف وأنت معك كل شيء يا عزيزة مصر هكذا أنا أحقق كل شيء حتى ظننت أني أبحث عن شيء ولا أجده شيء يدخل السرور إلى قلبي القائد قد تجهز يا مولاي بالعربة لا أدري ماذا وراءك يا عزيزة مصر فحولك الجاه هو السلطان والنساء وما زلت تشعر بالملل؟ لعل هذا الولد يسلي زوجتي فهو يبدو عليه الأدب الجم لقد أحسنت الاختيار كما هو عهدك دوما يا مولاي يبدو على هذا الصبي الذكاء والخلق الرفيع ستفرح به زوجتي كلنا لا نهتم بغير سعادتك يا مولاي دائما أنت مخلص يا ردامون وأنا أثق بك كثيرا مولاي مولاي ودخل يوسف القصر ومن هنا تبدأ أقوى فصول قصة يوسف الصديق رأيته شامخاً رغم صغر سني حكيماً رغم أنه لم يتكلم شهماً خلوقاً رغم أني لم أعرف يا له من فتى جذاب جميل وجهه كالقمر طلطه كالنجوم هادئ واثق بنفسه من أين جئت به يا مولاي لا أستطيع وصفه هل هذا بشر؟ هل هذا كائن مثل بقية الكائنات؟ هل هذا الجمال الرائع موجود على الأرض؟ ما أجملها من حدية يا مولاي عزيز مصر وشاهد يوسف القصر باهتمام شديد وحمد الله أن من اشتراه هو عزيز مصر حتى يعيش معززاً ومقرماً في أرض الكنانة ما بالك يا يوسف؟ وقد انبهر بك الجميع وعلى رأسهم زوجة عزيز مصر اهتم به يا زوجتي الحبيبة عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً نعم سأهتم به كثيراً ولكن من أين أنت يا يوسف؟ مولاتي أعتقد أن هذا عبراني من كنعان فهذه الأسماء من بلاد الشام يوسف ما أجمله من اسم زوجتي الحبيبة يبكي على فراق يوسف وكيف لا وهو نور عينه وحبيبه فقده دون أي سبب غير أن إخوة يوسف حسدوا وغاروا منه وغضروا به ضع يوسف سامحيني يا شقيقتي سامحيني لقد اشتقت إلى يوسف يا أبي ولا أدري أين هو الآن وماذا يفعل ومع من يهيش أخي الحبيب يوسف أشعر أنه ليس للحياة مذاق بعدك يا يوسف اللهم أفرغ علينا صبرا وأعد إلينا يوسف وأنت نام المجيبين ربما يأس الناس من عودة يوسف يتقي فلقد مرت الليالي والأيام وهو لم يظهر حتى الآن كم من غائب موجود يسير على الفطرة وكم من موجود غائب بسوء خلقه نعم غاب يوسف وانطفأ نور كنعان يا زاهد يا أخي تقي خوفي وهلعي على يعقوب النبي يتزايد فالحزن عادة يفتك بقلب أب قد فقد ابنه هو في غاية الحزن ونحن حزننا لحزنه كبير وبنه إسرائيل لن ينسوا يوسف مهما مرت الأيام والسنون هي بضعة أسابيع وسيندمج أبونا في الحياة لا تقلقوا فإن نعمة النسيان لن تدعى ليوسف مكانا في قلب أبيه مرت السنوات ولم نستطع الاستحواذ على قلب أبينا بل ازداد حبا ليوسف أبونا يكبر في السن ويكبر فينا الندم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم دخل يوسف القصر وبدأ ينشر رائحة النبوة الزكية في طرقات هذا القصر ولأن عزيز مصر قد أيقن أن يوسف لن يكون شخصية عادية تمر مرور القرام فقد اهتم به وأوكل أمره إلى زاخار ليعلمه فنون التعامل مع الأسر الكبيرة والتحدث معهم وكيف لا وهو النبي القادم للعالم القادر على مجارات الملوك والأمراء والآن يا يوسف سأمر بك على القصر لتعلم كل صغيرة وكبيرة فيه ومر يوسف على كل شيء وفهمه حتى يصبح مصدر ثقة لكل من في هذا القصر هذا هو مغزن التموين الذي فيه كل ما يخص القصر من حبوب وغلال وأطعمة فإننا متقدمون في فن التخزين يا يوسف ولقد عهدت إليك بتوزيع الأطعمة على كل من في القصر لما نراه فيك من حب للعدل والمساواة بين الناس أهلا بك يا يوسف نحن سعداء لأنك من ستقوم بتوزيع الأطعمة على كل من بالقصر إن غياب العدالة يحرم الضعفاء من أشياء هي حق لهم فليس للفقير الضعيف من ينصفه في هذا الزمان ورأى يوسف ما عليه الرعية والقصر من ظلم وجور وأن للقوي في القصر مكانة ونفوذا يستطيع بها أن ينال كل ما يريد وشاهد يوسف المصريين وفنون القتال والحروب والمعارك وكيف كان المصريون يستعدون لهذه المواقف القبرى بأحدث الأسلحة فهم أول من مارسوا فنون الدفاع عن النفس وأتقنوها وقد ابتكر المصريون فن قتال عنيف وهو اللوتس فقد كانت القدرات البدنية للمصريين القدماء عالية هذه هي فنون القتال الفرعونية فمصر هي من أكبر دول العالم في كل شيء حتى في ألعاب القوى والمصارعة نحن الأفضل دائما يا يوسف أكبر دول العالم مثل الإغريق يأتون إلى مصر ليتعلموا فنون القتال المصرية والسؤال الذي تكرر كثيرا في أي عصر من العصور عاش يوسف في مصر فذهب البعض إلى أنه كان في زمن الهكسوس وأن من اعتلى عرش مصر في هذه الفترة لم يكن أحد الفراعنة المصريين وقد استدل هذا الفريق بأن آيات القرآن الكريم في سورة يوسف لم تذكر كلمة فرعون مع أنها تكررت في قصة موسى عليه السلام ورجح البعض أن يوسف قد عاش في عهد الملوك الرعاة من الهكسوس وهكذا تعددت الروايات حول المرحلة التي عاش فيها يوسف في مصر يشورة مولاتي سيدة القصر ما رأيكي في هذه الثياب وهذا الشعر وهذه اللي قالوا في تاجي مولاتي الملكة لا يوجد على وجه الأرض من هي أجمل منك يا مولاتي إن الزمن هو أكبر عدو للمرأة يا يشورة الزمن يأكل العمر وما المرأة في عين الرجال إلا لوحة من جمال أو من جمال آه مولاتي مولاتي تقول هذا أنت تجلسين على عرش الجمال وحدك يا مولاتي لا أدري لماذا أشعر بالإحباط واليأس في أوقات كثيرة أحتاج لمن يجدد لي شبابي مولاي العزيز هو أول من يقدرك يا مولاتي ويعرف قيمة هذه اللؤلؤة الثمينة أين يوسف الآن؟ أريد أن أراه هذا الصبي أحب أن أراه كثيرا ولا أدري لماذا كل هذا الشغف؟ يوسف؟ نعم سل عنه أين هو؟ هذا هو النيل يا يوسف هذا من خلقه الإله رعا ليروي أرض الصحراء البعيدة عن الماء وكلنا يصلي لهذا النهر العظيم ونقيم احتفالات وفاء النيل عند فيضانه فنحن نقدس هذا النيل العظيم وقد استعرض زاخار ليوسف هذه المعالم الأساسية للدولة المصرية في ذلك الوقت وقد انبهر يوسف بهذه الحضارة الفرعونية المصرية وحمد الله أنه دخل هذا القصر أين يوسف يا يهوذة؟ وما شأنك أنت يا رجل؟ ما أنت إلا تابع يسير حيث نسير أنا تابع لنبي الله يعقوب وليس لك فأين يوسف؟ يوسف أكله الذئب ولماذا لم يأكلك أنت ولا إخوتك يا يهوذة؟ هذا قدره مكتوب عليه أن يخرج معنا فيأكله الذئب فماذا نحن فاعلون يا رجل؟ أين كانت ضمائركم الخاربة حين خطت لكم الشيطان هذه المكيدة؟ لا تلقي بالتهم على الشرفاء يا زاهد ولا تقم بدور الضمير الحي الضمير الحي قد مات فيكم حتى قتلتم أخاكم شكرا طبقات قد there شكرا طبقات قد حتى قامل ترجمة نانسي قنقر